السلام عليكم نزلت على السوق بدك تشتري سماعة بلوتوس للهاتف ولقيت اللي بتشبه الـ AirBuds تبع الآيفون ولقيت اللي بتشبه البوتس تبع السامسونج ولقيت سماعات بلوتوس بيضة وسودة ولقيت اللي إلي شاشة واللي بدون شاشة ولقيت اللي بكجة فخم ولقيت الغالي ولقيت الرخيصة ولكن مع الأسف لما تجرب أي نوع من هالأنواع أغلبها بيكون فاك يعني بيكونوا تقليد مانو الأصليات لأن كلنا بنعرف الـ AirBuds الأصلية حق تقريباً 3,000 تركي أو ما يعادل 100 دولار أو أكتر من 100 دولار أمريكي ونفس الشي سماعات السامسونج الأصلية فلذلك عندما تشتري سماعات بتروب تشتري شيك يعني هيك يكون حلو وفخم بيكون بيشبه سماعات الآيفون أو بيشبه سماعات السامسونج ولكن بيكون فيك وبيكون سيئ لذلك بهذا الفيديو بدي أحكي لكم عن سماعتين أنا جربت هاي الماركة بتركيا ماركة اللينك كتير فخمة قلت باخدنا عندهم شواحن للهواتف والكبيل تابعهم كبل الشاحن كتير بيكونوا كويس وبيقيم معي كتير فجربت سماعات البلوتوس تابعهم شحنة كتير ممتاز وصوتة كتير ممتاز وعجبتني كتير كتير والوكالة تابعهم طبعاً هذا ما نهو إعلان أبداً ولا بيعرفوا أي شيء عني الشركة ولكن أنا من كتر ما عجبتني هاي الشركة ولأنه ببيع محل التليفونات عندي محل تليفونات صيانة وبيع الشركة وكذا فبيع من هاي الأكسورات فاعجبوني كتير سماعات اللينك وبالأخص هاي السماعتين هادول السماعتين اللي شايفين قدامكن اللي بيجي سعرهم نرخيص وبيجي أداءهم كتير كويس وبهذا الفيديو بدي أحكي لكم عالسريع عنهم وعن مواصفاتهم تابعوني نفتح لنا نشوف التعليم بمحتويات العلق نبدأ أول شي بما تسمى لينك دوت هاي السماعة كتير شكلة شيك وفخم تيجي طبعا كل طرف من الأطراف فعلي من هاي اللزقة لازم تشيلها حتى تبلش شحن وتشتغل عندك والشاشة تيجي بهاي المنطقة نشوف حيطين كابل تايب سي خفيف نبين الكابل خفيف شوية ولكن انت طبعا تستخدم شاحنة لانه بما انه هي تايب سي فبتشحن على شاحن هاتفك بما انه هي سماعة جلد فمعها طقمين جلد اصغر واكبر من اللي موجودين عليها وبس كتائب تعليمات وما في اشي تاني نجي حاليا لما تسمى باسمه سمارت بوتز ولكن عحسب هاد الموديل انت بتاخده انا عم احكي على هاد الموديل لو كتبنا بالنت مثلا لينك سمارت بوتز راح يطلعنا موديلات كتير ولكن انا اللي عم استعرضهم متل ما حكيت هني هوا الموديلين نفتحه فخمي جدا حيطين كابل تايب سي تقيل طويل فخم حتى هاتف كتبت تشحنوا عليه حيطين ايضا السماعات اللي حيطين مع هاد البيت الجميل وجرد اني فتحتها اشتغل الضوء عندي هون وبلشت تشحن بعكس هاو دي السماعات اللي حيطين لزقات قلون هون عند مكان الشحن بحيث زمشت اللزقات تبلش تشحن فما بعرف ليش هون هيك وهون هيك شكله كتير فخم وانيق طبعا مكان الشحن بيجي تايب سي ما بعرف ليش هون حيطين كابل خفيف وهون حيطين كابل تقيل طبعا الفرق بين هالقطعتين هو واحد دولار فقط وطبعا كتيب تعليمات وفي عندنا هادي اذا تستخدمها كلواحة واذا شناها من الكفر نلاقيها بهذا الشكل في الى ضو هون وفي كبسة هون بالخلف بداية طرحن للسماعات الفخمة كانت تقريبا من شي سنتين اللي هي هاي السماعات اول شي نزيت انا اخذتها طبعا من سنة اخذت منهم للمحل عندي هاي اخر اطعب اياني عندي اللون الاحمر جاني بكتش فيه اسود ابيض احمر اللي جي بيهاض الشكل الفخم طبعا البكتش هاي كان كبير مقارنة بالبكجات الجديدة متنا نشوف مع بعضنا السماعة هايلي الشي اللي خلاني اخذ هادي السماعات وبلش اعملهم مراجعة هو انه انا استخدمت شخصيا هاي دي السماعة اللي هي مثل من صنف هادي السماعات اللي طبعا بيجي الكود تابعا كان اصير كتير تي دابليو 16 السماعة هاي متل ما اننا شايفين يعني الكتابة ميحة الكتابة ممحوحة مبيني ما استعمل كتير كتير صار لعندي سنة صار لسنة عبستخدمه لحد الان اداءه ناري اداءه فخم لحد الان اداءه كتير كويس صوته كويس شحنه كويس يعني سماعات ارقى من هيك سماعات وبهيك فئة سعرية ما بتلاقيه مستعملين مبيني مستعملين ما ننظيفه الحلو بهاي السماعات انه بغشرتها مجرد انك تخرج قطعة او قطعتين وبغشرتها بتشتغل بشكل تماتيكي واذا كنت شابك من قبل على هاتفك او على اللابتوب بشكل تماتيكي وبسرعة فورا ترجع بتتصل هيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو بالنسبة لساعات تشغيل اي سماعات لك تاخده بتلاقيه على الطرف او على الجنب كيتيب لك كم ساعة بتشتغل فلو عجبك الفيديو حط لايك لما عجبك حدس لايك تبلي شو اللي ما عجبك لو فيه منتج معين بتركية بشكل خاص موجود باسواق التركية اقولولي عنه لحتى اعملكم عنه مراجعة كار معاقر محمد هاي قناة كيو تك السلام عليكم